بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معكم محمد الطناني وأهلا بيكم مرة تانية في قناة الطناني أكاديمي وهنكمل مع بعض إن شاء الله كورس اللينكس احنا كنا عملنا في الفيديوهات اللي قبل كده إنستيليشن للروكي والدبيان سواء على VMware Workstation أو على Virtual Books أي إن كان انت تشتغل على أنهي Operating System وعلى أنهي Hypervisor سواء بقى Virtual Books أو VMware Workstation فالنهاردة كل الخطوات هتمشي معاك على أي حاجة فإحنا هنطبق شوية هنا وشوية هنا تمام إحنا مبدئين أول ما عملنا لـ Operating System سواء دبيان أو روكي اتفقنا إن الأساسي عندي إن بيبقى فيه حاجة اسمها CLI أو دي حاجة أساسية إن أنا أمانج بيها السيرفر بتاعي وفيه option إن أنا ممكن أعمل install للGUI زي ما احنا عملنا دلوقتي في اللاب بتاعنا عشان بقى أكسز الشاشة السودة دي اللي أنا هكتب فيها command line بتاعتي بدوس على علامة الويندو أو زرار الويندو من الكيبورد أو على activities دي أي حاجة فيهم وبعد كده أكتب terminal هيفتح لي الشاشة دي هي هنا بيضة لكن في الروكي لو عملنا لوجين عليه نكتب الباسورد 1-2-3 لو دوسنا على الزر الويندو هيفتح للشكل ده طبعاً هتلاقي فيه الموجودة هنا لو ما كانتش موجودة برضو هتكتب terminal هتلاقيها موجودة عندك هتفتح معنا الشاشة السودة دي وده طبعاً أنت ممكن تغير اللون في أي operating system زي ما انت عايز يعني ممكن من هنا تدخل على preferences وهنا تغير مسلاً هي light فتبقى لونها أبيض تخليها dark فترجع اسود وهكذا برضو من ضمن الحاجات أنت هنا لو جيت مسلاً بتعمل أي حاجة على هتلاقيها بتعمل زي كده أو ممكن تيجي هنا في برضو في تشيل نعمل نرجع للديبيان نفس القصة برضو لو عملنا backspace هتلاقيها بتعمل البل لو دخلنا هنا كده على preferences ممكن تختار هنا الثيم اللي انت عايزه ممكن نخليه dark فيبقى زي التاني ممكن تخليه light وبرضو هندخل على unname ده اسم البروفايل بتاعك وتشيل terminal bill تمام طب أنا دلوقتي بقى عايز أفهم ايه اللي ظهر قدامي ده أنا أول ما فتحت terminal ظهر كده فوق حاجة اسمها mtononi at dpn srv وبعد كده علامة كده اللي هو نقطتين وبعد كده علامة اسمها tilda وتحت هنالكي نفس الكلام ده موجود وبعدها dollar sign بالنسبة للروكي نفس القصة بالزبط بس هنلاقيه ان هو هنا بن أقواس وكاتب لك هنا برضو mtononi srv وبعد كده مسافة وبعد كده علامة التلدة وبعد كده dollar sign فاحنا عايزين بقى نفهم ايه الكلام اللي مكتوب ده فتعالوا كده ناخده واحدة واحدة بالنسبة للروكي هنا مثلا هنلاقي الكلام اللي ظهر ده دي حاجة اسمها brompet حاجة اسمها shell brompet احنا اخدنا shell قبل كده وعرفنا ان shell دي هي اللي بتوصلني للكيرنل بتاعي وعن طريق الشيل دي انا بكتب commands فتروح للكيرنل بتاعي الكيرنل يوديها للهاردوير واحدة كده الهاردوير يعمل لها process ويخرج او يرجع الاوتبوت للكيرنل والكيرنل تدي الاوتبوت ده للشيل والشيل تعرضها قدامي في الاوتبوت طيب الشيل دي بنقول عليها برضو حاجة اسمها TTY او خلينا نكتبها في مكان هنا عشان تباين مسلا TTY والTTY دي بتبقى موجودة لما يكون مسلا منزل السيرفر بتاعي CLI من غير graphical user interface لكن لما بينزل معايا graphical user interface بتلاقي بالابليكيشن ده اللي هو اسمه Terminal وعرفنا ان التيرمينل ده هو عبارة عن اميليتر للشيل فالتيرمينل ده هو بيحاكي الشيل وعن طريقه بكتب الكوماندس بتاعتي والشيل توديها للكيرنل والكيرنل يوديها للهاردوير وبعد كده بعد ما يخلص العملية دي تبقى عكسية فتظهر لي الحاجات معايا على الشاشة السودة دي جميل او في الشيل او في التيرمينل بال قدامي ظهرت الحاجة دي الحاجة دي كده اسمها شيل برومبت ودي متقسمة لأكتر من حاجة ادي جزء وادي الجزء التاني وادي الجزء التالت وادي الجزء الرابع نمسكهم واحدة واحدة اول جزء ده ده عبارة عن اليوزر نيم اليوزر نيم اللي انا داخل به السيستم ده فانا داخل باليوزر اسمه امي طاناني فعشان كده رح كاتب لي امي طاناني بعد كده add اسم السيرفر بتاعي يبقى host name ده الجزء التاني انا داخل على سيرفر اسمه rookie srv1 عشان كده ظهر لي دي لكن لو رحت مثلا على الديبيان هتلاقي مكتوب ديبيان srv فده كده اسم الهوست تمام بعد كده هتلاقي فيه علامة التل ده علامة التل ده دي دي بتشير الى current working directory يعني ايه بقى الكلام ده يعني انت دلوقتي واقف فانهي directory او واقف فانهي folder طيب ايه التلد دي اصلا دي عبارة عن ايه التلد دي كده اسمها تلد ودي هي نفسها الهوم directory يعني انا دلوقتي واقف الهوم directory بتاع اليوزر ده اللي هو اسمه ام تاناي فبنشاور على الهوم directory ده بالعلامة دي اللي هي اسمها التلد ودي بتبقى موجودة على حرف الثال فوق كده على الشمال خالص تحت زرار الاسكيب هتدوس shift وذال هتروح كدبالك علامة التلد دي واخر جزء خالص خلينا نمسح دي كده عشان يبان اللي هو ده علامة الدولار ساين دي اخر حاجة دولار ساين ممكن تبقى دولار ساين او ممكن تبقى علامة شباك او اللي هي الهاش طب امتى تبقى دولار ساين لو انا داخل بيوزر عادي او regular user يعني يوزر مروش اي صلاحيات غير على الحاجات بتاعته هو بس يوزر عادي خالص لكن لو لقيتها علامة الشباك او الهاش دي يبقى انت تاخل كده بروت يوزر وعرفنا ان الروت يوزر ده هو يوزر يملك كل الصلاحيات على كل حاجة في الساستم فطالما انت لقيت دولار ساين يبقى انت كده داخل بيوزر عادي خالص ففي بعض الكوماندز لما تيجي تعملها هيقولك لا ما ينفعش لكن لو انت لقيت هاش يبقى انت كده روت يوزر فانت كده اي حاجة بتعملها مش هيقولك لا ممكن في بعض الحالات يروح مديك ورنين ويقولك لا انت ما ينفعش تعمل كده عشان هتبوز حاجة معينة بس انت لو عايز تعملها هتأكسب وتعمل الكوماند عادي خالص ده بالنسبة للروكي نفس الكلام بالضبط بالنسبة لديبيان خلينا برضو كده نمسح كل الكلام ده ونروح على الديبيان هنلاقي هنا برضو ام طنوني يبدا كده اليوزر نيم ات ديبيان اس ار في ات الهوست نيم بعد كده نقطتين يعني بدل مسافة هناك هنا فيه نقطتين وهناك كان فيه اقواس هنا مفيش بعد كده التل ده اللي هي الكونت ووركين دايريكتري وبعد كده دولار ساين فنفس الكلام هناك هو نفس الكلام فيه الدبيان طب احنا كده عارفنا ايه الشيل برومبت دي طب ايه اصلا نوع الشيل بتاعتنا دي يعني الشيل بتاعتنا دي في اللينيكس هي ديفولت شيل في معظم الديستريبيوشنز حاجة اسمها باش والباش دي اختصار لحاجة اسمها بورن اجين شيل ودي تطوير للشيل الرئيسية اللي هي كان اسمها SH اللي كانت موجودة ايام اليونيكس يبقى ايام اليونيكس كانت الشيل اسمها بورنشيل والبورنشيل دي كان بيرمز ليها بالرمز SH بعد كده طوروها وخلوها بورناجين في هنا ار خلينا نمسح كده نكتبها من الاول بورناجين شيل دي تطوير للشيل القديمة اللي قبل كده ودي دي فولت في معظم الدستربيوشنز بتاعت اللينيكس زي ما قلنا وكان حتى شغالة على الماك الماك او اس لحد قبل كتالينا يعني قبل اللي هو ماك او اس اللي هو 10.15 كتالينا كان شغال بالباش من اول كتالينا بقى لحد دلوقتي وما شغالين بزد اس اتش زد اس اتش وده برضو نوع من انواع الشيل فيبقى عندنا اكتر من نوع في الشيلز انت ممكن تغير الشيل بتاعتك زي ما انت عايز ممكن لأي يوزر تقول الديفولت شيل بتاعته هي الشيل الفلانية ودي انا اخدها لما نيجي ناخد اليوزرز ان شاء الله طيب حاجة تانية كده برضو عايزين نعرفها النهاردة ان اللينيكس هو بيتيح ليك اكتر من تي تي واي في نفس الوقت يعني يبقى التي تي واي دي هي اختصار لتلي تايب تيرمينل تلي تايب تيرمينل ودي كانت موجودة ايام الاجهزة الكمبيوتر اللي هي المين فريمز الكبيرة اوي دي كان الكمبيوتر بيبقى كبير جدا حوالي دور مثلا كده ده لو ما كانش اكتر وخارج منه تيرمينل رايحة للشخص اللي شغال عليه شاشة وكيبورد ويبدأ يشتغل من التيرمينل او عن طريق التيرمينل دي فيعمل امبوت هنا يروح يمشي عن طريق التيرمينل يروح يحصل له بروسيسنج هنا في ال سي بي يو بعد كده يرجع له تاني يتعرض على الاسكريم بتاعته فتي كده كان اسمها تي تي واي لحد دلوقتي بقى هم مستخدمين المصطلح ده حتى برضو بعدا ما عملوا آآ لابات او اجهزة كمبيوتر بتبقى موجودة على طول بيستخدموا برضو نفس الاسم فزي ما اتفقنا اللينكس عملت لنا اكتر من تي تي واي في نفس الوقت دي استخدماتهم ايه خلينا كده نمسح الاسكريم دي كده ونبدأ نبص على التي تي واي دي انا دلوقتي شغال على الجرافيكال يوزر انترفيس زي ما احنا شايفين ودي موجودة باي ديفولت على تي تي واي 2 طيب انا عايز اروح على تي تي واي 3 فهروح ديس على ALT و CONTROL و F3 من الكيبورد هتلاقيها ودتني لشاشة سودة ولو عملت بلوجين يعني مثلا هجرب اعمل بلوجين بم طنوني برضو بعد كده ENTER بعد كده اكتب الباسورد 123 ENTER هتلاقي كاتبلي دلوقتي ام طنوني ADDIBIAN SRV بعد كده علامة التل ده وبعد كده $ طب انا عايز دلوقتي اعرف انا على انهي تي تي واي ففي كوماندا عندي كده اسمه تي تي واي هكتب بس تي تي واي كده ودوس ENTER هتلاقي بيقولك دلوقتي انت موجود في SLASH DEV SLASH TTY هنعرف قصة SLASH DEV دي بعدين ان شاء الله هنركز دلوقتي على التي تي واي نمبر احنا دلوقتي على تي تي واي ثري طب هدوس كمان مرة ALT CONTROL F4 هتلاقي وداني لشيل جديدة خالص ومستنيني انه نعمل لوجين طب خلينا نجرب نعمل لوجين بالروت اروح دايس روت او كاتب روت ودوس ENTER واكتب الباسورد بتاعت الروت هنلاقي ان في الشيل دي صحيح انا كتبت الباسورد كده بس هو باي ديفولت ما بيظهر لكش انت بتكتب ايه عشان حتى برضو ما حدش يعرف عدد الباسورد او عدد حروف الباسورد بتاعتك فيحاول يجس الباسورد ففور سيكيرتي هو ما بيظهر لكش فانا كتبت دلوقتي الباسورد بس ما بيظهرش حتى النجوم دي هتوس ENTER هتلاقي بيقول لك دلوقتي انت عامل لوجين بروت ات ديبيان اس ار في ون بعدين علامة التل ده وبعد كده علامة شباك فدلوقتي في حاجتين لتغيروا معايا اول حاجة اللي هي الروت ده كانت امت تاناني لكن عشان دلوقتي عملت لوجين بالروت فراح ده اليوزر ني متغير بعد كده علامة الهاش ده عشان انا عامل لوجين بالروت فظهر لي الهاش لو كنت داخل بيوزر عادي كنت هتظهر علامة دولار ساين انا برضو مش فاهم ايه لازم تبقى تي تي واي دي يعني ليه عامل لي تي تي واي هي بالمناسبة هي لحد F6 يعني انت فيه الكيبورد كده عندك فوق فيه اللي هو فونكشن 1 لحد 12 انت عندك من 1 لستة موجودين التي تي واي دول فانا دلوقتي لو دوس تي تي واي وانتر هيقول لي دلوقتي في تي تي واي 4 بعد كده اروح مساء على 5 واعمل لوجين بروت برضو واكتب الباسورد روت انتر تي تي واي انتر هيقول لك انت في تي تي واي 5 طيب التي تي تي واي 5 واعمل لوجين بم تاني انتر اكتب الباسورد وان تو ثري انتر واكتب تي تي واي هتليه بيقول لك انت في تي تي واي 6 طب ايه لازمة الكنان ده كله بقى اللينكس جي قال لك انا لو انت عايز تعمل لوجين على اكتر من يوزر في نفس الوقت انت ممكن تستخدم تي 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 تانية يبقى انت دلوقتي عامل لوجين على اليوزر ده في تي تي واي 1 وعمل لوجين بيوزر تاني على تي تي واي 2 ويوزر تارت على تي تي واي 3 وهكذا او لوجين بنفس اليوزر على اكتر من تي تي واي بس عشان تعمل كماندس مختلفة يعني انا مثلا دلوقتي لو انا شغال هنا على كماند هياخد وقت يعني فيه كماند مثلا اسمه sleep هدوس انتر هو المفروض لازم اديله time بعدها يعني اكتب sleep بعد كده مثلا 50 ثانية مثلا واندوس انتر هتلاقي البرومبت بتاعتي او الشيل معلقة انا مش عارف يعني مش عارف اكتب كماند انا باكتب كده وادوس انتر ولا كإني عملت اي حاجة ليه؟ لان انا بديله كماند انه هو يعمل sleep فهو مش هينفز اي حاجة غير بعد ما الوقت ده يخلص طب انا دلوقتي في كماند واخد معايا وقت وانا عايز انفز كماند تاني فساعتها هبدأ اروح بقى على تي تي واي تانية وليكن اروح على تي تي واي انا دلوقتي في تي تي واي 6 زي ما احنا شايفين هنا اروح على تي تي واي 5 ده بالروت تب تي تي واي 4 بالروت برضو تب تي تي واي 3 بالم الثاني هنعرف يعنيه اللي ستيني فانا نفزت الكماند ده وهنلاقي في تي تي واي 6 لسه الكماند بتاع اللي sleep شغال هو لسه وخلص هو كده دلوقتي وراح نفز لي الكتابة اللي انا كنت عملتها اول مخلص فدي كده لازمت ان يكون عندي اكتر من تي تي واي معايا في السيستم ان انا اتنقل ما بينهم لو في حاجة او الشيل بتاعتي مشغولة دلوقتي قدر اتنقل على تي 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 واي تانية وانفز اي كماند مختلفة او اعمل switch او ادخل بيوزر تاني طيب عايز ارجع بقى للجي واي هي باي دي فولت بتبقى على alt control 2 او تي تي واي 2 ارجع كده وروح عامل login هتلاقيه لسه موجود زي ما هو وبالنسبة للجي واي انت ممكن تفتح اكتر من تيرمنال زي ما انت عايز new window فتحت new window اهو جديدة new window تانية وهكذا طيب لو انا جيت بقى على التيرمنال دي وروح تكاتب تي تي واي هيطلع لي تي تي واي كام هو مش هيطلع لي تي تي واي هيطلع لي حاجة تانية كده اسمها bts ده اول واحدة كب bts 0 لو جربت هنا كده هتلاقي bts 1 لو جربت على اللي بعديها تي تي واي هتلاقي بيقولك bts 2 والتي تي اس دي حاجة كده اسمها bts bts هي بتحاكي وهنا انت ممكن تفتح اي عدد من التيرمنال مش هتقول اه او اللينكس مش هيعترض عليك في حاجة تمام كده يبقى احنا كده النهاردة عرفنا اه يعني ايه شل او شفنا الشل وعرفنا ان في اكتر من تي تي واي عندنا وعرفنا الشل برومبت دي عبارة عن ايه او بتتكون من ايه وهنا التي تي واي طبعا او البي دي اس وعرفنا اتنقل ما بين التي تي وايز عن طريق الكنترول والالت والفونكشن يا اما من واحد الى ستة التلاتة دول هتدوس عليهم مع بعض هتتنقلك للتي تي واي على حسب الرقم اللي انت بتكتبه او على حسب الاف اللي انت بتختارها من الفونكشن كيز اللي موجودة في الكيبورد اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية شكرا ليكم وشكرا لمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته